السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم ولكن نتكلم فيه النهاردة على أن بوسكتس خارج برشلونة بعد 18 عام فخليكم معنا بعد الفيديو عشان تعرفوا ازاي بوسكتس بقى خارج برشلونة بعد 18 سنة فانهاية رحلة وبداية رحلة جديدة ووعد جديد فانتهت رحلة الدولي الأسباني سيرجيو بوسكتس مع نادي برشلونة بعد رحلة استمرت لمدة 18 سنة وعلى النادي برشلونة رحيل لاعب الوسط المخضرم بوسكتس قائد الفريق عن النادي الكاتلوني في نهاية الموسم الحالي ونشر برشلونة بيانا رسميا في يوم الأربعاء أكد فيه أن بوسكتس اللي وصفه بواحد من أفضل لاعبين في تاريخ النادي حسم قراره بالرحيل عن قلعة الكامبنو بعد رحلة طويلة مع البارسا استمرت لمدة 18 سنة وهنبدأ ببداية الوفي فبدأ سيرجيو بوسكتس أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي برشلونة في 14 ستمبر 2008 أمام ريسينج ستاندرد في الكامبنو والانتهب بتعايد الفريقين بهدف لكل فريق كما لعب أول مباراة دولية له مع منتخب الشباب الأسباني في 11 أكتوبر 2008 أمام سويسرا وهي المباراة التي انتصرت فيها سويسرا بنتيجة هدفين لهدف وسجل هدف أسبانيا بوسكتس نفسه وساهم بوسكتس في إنجاز بطولة كاس العالم لكرة القدم 2010 لصالح المنتخب الأسباني حيث كان لعبا أساسيا في المنتخب كما يعتبر بوسكتس من أهم اللاعبين في برشلونة إتقانا لمركز خط الوسط ويتميز بوسكتس بأنه من أحسن لعب الارتكاز الذين مروا على نادي برشلونة وله دور كبير جدا في تحقيق الإنجازات التي حققها فريق برشلونة في عهد المدرب القدير بيب جوارديولا واللي قام بتصعيده للفريق الأول في نادي برشلونة عند تسلمه الفريق ومنح جوارديولا بوسكتس مكانا في التشكيلة الأساسية في الفريق وتميز بوسكتس بحسن تمركزه وقدرته على افتكاك القراط بدون أخطاء ودقة تمريراته وفي عام 2011 جاء كتاني أحسن لاعب في العالم بنسبة التمريرات الصحيحة بعد زميله في فريق برشلونة التشافي اللي هو دلوقتي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة وقام بوسكتس في مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بعد أليان رحيله أن وجوده في برشلونة كان فخرا له موجان الشكر إلى كل من ساعده في مشواره مع الفريق الكتالوني وكانت هناك تقارير إعلامية أسبانية في الأيام الماضية أكدت أن بوسكتس تلقى عرضا من فريق برشلونة لتجديد عقده اللي بينتهي في يونيو المقبل غير أنه فضل الرحيل ويتنافس عدة أندية سعودية على ضم بوسكتس اللي عنده 34 سنة وعلى رأسها نادي الهلال السعودي وشارك لعب خط الوسط في 719 مباراة بقام برشلونة باختلاف المسابقات سجل خلالها 18 هدف وصنع 45 هدف وحقق 31 لقب ومنذ بداية الموسم الحالي خاط بوسكتس 39 مباراة مع الفريق بقيادة المدير الفني تشابي وصنع خلالها أربع أهداف ولكنه لم يسجل أي أهداف ودلوقتي هنقول قال وقاله قاله إيه وقال إيه قال بوسكتس ذات مرة من الصعب للغاية مغادرة برشلونة إذا كنت تشعر بأنك في وطنك وأنت من برشلونة فمن الصعب أن تتغير تشابي أيضا قال عنه أثناء فترة لعبهم بدون بوسكتس لم يكن بإمكان هذه برشلونة وأسبانيا تحقيق ما حققنا ودل بوسكي المدير الفني للمنتخب الأسباني قال عن بوسكتس إذا كنت لعبا أود أن أكون مثل بوسكتس وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على أن بوسكتس خارج برشلونة بعد 18 عام في النهاية هل ستكون وجهة بوسكتس القادمة لفريق في السعودية ولا هيروح لأمريكا ولا هيروح للدوري الصيني أو الياباني ولا هيعتزل كرة القدم نهائيا وهيكتفي بما قدمه مع منتخب أسبانيا وفريق برشلونة الفريق الوفي لبوسكتس والفريق اللي كان بيعشق بوسكتس وكان بيعتبره أن هو واحد من الجيل الزهبي اللي كان موجود فيه تشافي هرناندز وإنيستا وليليون ميسي وغيرهم من اللعيبة الكبار فنتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وفي وجهته المقبلة أيا كانت وجهته سواء كان لاعب أو مدير فني أو محل الرياضي أو قرر أن هو يترك كرة القدم ويتجه إلى أن يكون رجل أعمال مثلا أو يكون رجل مثلا بتاع أزياء أو يترك كرة القدم ويتجه إلى أي عمل آخر يحبه بوسكتس ويعشقه كما كان يعشق قرات القدم وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين